التفاق تم التوقيع عليه في سنة 2021 بين هذه الجمعية والقطاع الوزارة المعنية يهدف إلى تثمين نفاية المنزلية وكذلك تطوير فرضها ب43 مطرح وتقدر تفرض المشروع ب6 ملايظ درهاب منها 3 ملايظ كمساهمة من طريق الميزان العامة في أفوق سنة 2030 ويهدف هذا البروتوكول إلى تقليص طم نفايات بالنسبة 45% بلوغ نسبة 25% فيما يخصت من نفايات تقليص تأثيرات بيئية للغازات الدفينة الناجمة عن المطارح زيادة في مدة استغلال المطارح تطوير أسلات الفرض والتثمين عن طريق وضع 10 إلى 12 منصة للفرض توفير حوالي 600 ألف طن سنويا من المحروقات اللازمة توفير 500 إلى 700 فرص الشغل بالمطارح المراقبة المساهمة في الاندماج الاجتماعي ومكافحة الاستغلاء غير مهاكل بالمطارح ولتحقيق هذه الأهداف تمت مراجعة ضفات التحمولات الخاصة بتدبير المطارح من أجل إدخال عناصر ذات السلب موضوع خاصة المتعلقة بالأحكام التقنية الجديدة بتثمين نفايات المنزلية والمشابهة لها خاصة إنتاج الوقود الصلب وفي هذا الإطار قامت وزارة الداخلية بشرطة معاوز الاقتصاد والمالية بإعداد برنامج الوطني لتثمين نفايات المنزلية والمماثلة لها للفترة الممتدة ما بين 2023 و2034 بغلاف مالي بقيمة 14.21 مليار درهم منها 10.65 مليار درهم كمساهمة عن طريق المزيانية العامة و4.53 مليار درهم عن طريق الدريب على القيمة المضافة وتتمثلوا أهداف البرنامج في مالي توفير خدمات الجام والكنس بالنسبة 100% غلق وإعادة تأهيل كل المطارح العشوائية تثمين نفايات بالنسبة 25% وبالتالي تخفيض كميات النفايات التي يتم وتمرها رفع مستوى تدبيع قطاع النفايات المنزلية المماثلها في مناطق الحضارية ولتحقيق الأهداف مشارئة لها سيتم إنجاز مراكز طم وتثمين نفايات المنزلية إنجاز مشاريع خاصة بإعادة تهيئة مطارح القديمة وإغلاقها اقتناء الآلية الضرورية من أجل تحسين تدبيع مطفق النظافة وإنجاز مشاريع خاصة بالجام والكنس للنفايات المنزلية بطريقة احترافية وأخيرا تقديم مساعدة تقنية للجماعات الترابية من أجل إنجاز مشاريع خاصة بالتحسيس ودعم القدرات الذاتية والآليات تتبع والتراب